مرحبا مساء الخير عليكم يا كتكيت الصغيرات الجميلات الحلوات اشتركوا بقناتي وفعلوا جرس التنبيهات واكتبكم انتات حلوة حق راها كلها باذن الله قصة اليوم فيها حكمة وعبراه ولكن النهاية مرة حلوة القصة تتكلم عن ابنية واي جميلة البنت هذه كانت اجمل وحدة من القروب اللي معاها البنات اللي معاها بالكلاس المهم قصتها بدت لما المدرسة طلبت منهم ان يروحون رحلة لاستكشاف المنطقة من المدينة اللي هم موجودين فيها المنطقة هذه فيها معالم فطلبت المدرسة منهم ان البلط ياخذهم كلهم ويروحون لها المنطقة البنات كل واحدة راحت لأهلها عادي الروح عادي قالوا خلاص روحوا المهم جهزوا غراضهم طبعا هناك لراحوا يطولون يعني يقدون سبع ساعات ست ساعات تقريبا فقاموا جهزوا واخذوا غراضهم كلهم وهالبنية اللي نتكلم عنها وصاحبة قصتنا اليوم قامت جهزت واخذت دفاتر وكانت تحب الرسم مرة يعني مثلي المهم يوم اخذوا اغراضهم وتجمعوا وطلعوا في الباص كلهم على الصباح كذا وراحوا ولمها المنطقة وقعد يصورون وقعد يرسمون وقعد يكتبون اسامي وقعد يستكشفون بالمكان المهم ان هذه البنت صاحبة القصة قامت واخذت دفترها ومرسامها وراحت بعيد وقعدت ترسم على رواقان المهم ان الوقت انتهى والبنت هذه وهي ترسم نامت تخيلوا نامت بمكانها المهم من البنات الباقيات جاء وقت عودتهم انه يرجعون لم المدرسة او لم بيوتهم اتوقع فقام الباص يلا يمشوا ومشوا وجمعهم كلهم واخذهم ودوهم كل واحدة ببيتها المهم انه ما احد تفقدهم الا اهل هالبنت تفقدوا البنت البنت مرجعت تأخرت تعالوا نشوف البنت شنو صار معها البنت وعلي عليها صحة من النوم الا الوحدة ولا عندها احد تنادر تشوف البنات فين او البنات مراحوا تشوف الباص الباص مو موجود الا هي بمكاني خوف وسط جبل والوحدة ناظر بالساعة الا الساعة الوقت متأخر الساعة واحدة بالليل البنت قامت وشالت قشها وقعدت تدور اي بيت تدق الباب وتقولهم انا نسوني هنا انقذوني المهم انه قعدت تمشي 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 لين ما لقت لكم هاك البيت الصغير يوم دقت الباب البيت طبعا مرة يعني خردة على قلتهم يعني البيت مرة مكسر يوم دقت الباب قال لي فتح لها ولد صغير او مو ولد ما نقوله شاب فتح لها الشاب الباب قال امري مين انتي قالت انا والله مضيع اهلي وانا مادري ايه ومو مضيع اهلي انا نسوني هنا انا جاي مع قروب من المدرسة ونسوني هنا وما ندريش كيف سلوني ارجع قال طب خلاص خلاص صلي عنا بنتي يدخل جوا وبكرة يحلها الف حلال البنت ما تدري وش يتسوي تقول انا ادخل عنده ولا ادخل في سوي فين شي ولا شي ولا اروح اطلع دورة ولا وش يسوي قالت والله ما لي الا هالحل اني ادخل عنده لا يجيني ذيب ولا يجيني شي الله يستر ادخلت عنده دخلها ونيمها قال لها اقعد ينامي على السرير وان شاء الله بكرة الصباح اروح ندوره لك قام حطة على السرير السرير اغطاها بالاستارة الاستارة هذي هي من ورا استارة تقدر تشوفه ولكن هو ما يقدر يشوفها اعرفت شلون قامنا اجلسها وخليها تنام وراحه واغطاها بالاستارة البنت طبعا تعرفون ليلتها كانت صعبة ما قدرت تنام كانت كل شوية اصحى تقول انا يوم اقوم من النوم وانا قدر اشوف الولد ذا الا اشوف الولد ما هو طبيعي تخيلوا انه يكون يولع لشموح الشمعة هذي ويقعد يطفيها باصابعه تقول يا جماعة حرق نفسه يا جماعة ريحة الغرف اللي انا فيها انكتمت بالريحة الدخان ذا اللي يحرق نفسه كل شوية يحرق اصابعه تقول يولع الشمعة ويرجع يطفي باصبع يولع الشمعة ويرجع يطفي باصبع ثاني يولع الشمعة يرجع يطفيها باصبع ثاني تخيلوا باصبع ويطفي الشمعة بالنار يعني تقول انا ما ادل هذا هو السالف تبس بلا ليه يكون هذا شبح ولا ما هو انسان ولا وش قلت يلا بس على الله ونامت المهم يوم افلحت وطلع الصبح اللي ياخذها الولد ويدور لها اهلها ويوديها لاهلها اللي وما ابوها شابين البيت انتي فينك وانتي وانتي قالت انا وعلمت اما السعر بكلها المهم اللي جاء ابوها قال هذا لا يكون سوى فيك شي ولا قاللك شي قالت لا يبه والله صار شي غريب يعني انا ما دري شلون اقوله لك قال وقل صار قالت يبه ولا نايمة اشوف يقوم ويرجع ي Бог في شمعة ويرجع يطفيها باصبع ويقوم يولع الشمعة ويرجع تقول أنا ما أدري هذا هو السالفته قال بسم الله هذا جني وليه طبعا أبوها ما شافر ما شافر الرجال ذال جاب البنت بس البنت دخلت عنده لأو علمته بالسالفة المهم قال أبوها طيب أنا بروح وشوف وش قومة هذا وش فيه ليه شي يسوي كذا المهم أنه يروح لمها البيت لم بيت الرجال الرجال فقير ولا عنده شي وبيتها يعني زي ما قلت لكم مكسر يعني كله مكسر المهم يوم دخل عنده كيف حالك الحمد لله أقول لك أنت والسالفتك أحزك والله قال والله ولا شي بالسام سعتني بنت دخلت عندي والبنت كانت جميلة مرت جميلة يقول أنا كل ما أشوفها يوز في نبليس وفكر أني أسوي فيها شي ولكن أتذكر عقاب الله وروح أولى الشمعة وأطفي الشمعة بأصابع يدي يعني أختبر نفسي بحرارة جهنم يقول كل ما أشوف جماله ويوز نبليس أني أقوم أقول لا أحرق نفسي أبأشوف حرارة جهنم أتحملها أتحملها أم لا أتحملها يقول أجي أولا أطفي لما أحتر خلاص أغير رأي يقول كل ما يوزني في إبليس وأفكر أني أسوي شي أقوم أطفي قال مين هذي البنت يعني تعرفها أنت قال لا والله بس وديتها لها قال أنا أبوها قال إيه؟ قال أنا أبوها قال وشو؟ طب قال اسمع ودك تتزوج قال إيه والله يعني عادي بس والله الإمكانية قال بنتي حلالك تعال اليوم أخطبها المصاريف كلها علي ودفع لك أنا الفلوس ودفع لك أنا المهر كان أكتبها قال ها؟ وش؟ قال وش سبحان الله شوف شلون شوف شلون ترك شي لوجه الله ترك حاجة حرام لوجه الله وشلون الله عوض بحاجة أحسن بكثير شلون يعني جت ذي البنت الحلوة اللي هو كان يتمناها وجاء زودن على كذا فلوس يعني شلون يا الله هالقصة قديمة قديمة مرة قديمة كل ما أسمعك كيف أحس يا الله قدرة الله وخير الله المخفى اللي إحنا ما نعرفه الخير المنتظر